قام صاحب السمو السيد أسعد بن طارق أهل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان مساء اليوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قدم خلالها واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأصحاب السمو الشيوخ وأسرة ألنهيان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان طيب الله ثراه وذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات لسموه والوفد المرافق له بمطار الرئاسة في أبوظبي وقد رافق سموه كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني مستشار بديوان البلاط السلطاني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني معالي الدكتور خلفان بن سعيد أشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سعادة السفير الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة خليفة بن حمد البادي وسعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشارين بمكتب سموه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر